بعد ما عرفنا الناترال الانتيبوتس للفصيلة بتاعتنا اللي هي ABO system عايزين نتكلم دلوقتي على الكريتيريا الخصائص بتاعتها initiated adverse was loaded يعني مع الولادة منلاقي فيه انتيبوتس ولكن يكون التتربت حواليه ضعيفة سبيان شوية نوح اي جي ام complete لان نحن الاي جي ام ده pentameric خماسي الازرع cold reacting تتفاعل في room temperature مش محتاجة 37 compliment activating كويس جدا في تنبيه compliment الاي جي ام بنا ينبه هو compliment اللي هو احد اجهزة المناعة cause rapid intervascular hemorses بالتالي الاي جي ام مع compliment ممكن يكسروا الاربسيز intervascular blood vessels عطولي اذا حصل wrong transfusion يعني الفاصيلة بتاعت اللي هو الدم المنقول مختلفة عن الفاصيلة بتاعت الدم اللي هو الشخص اللي بيستقبل ده يحصل ايه؟ intravascular hemorses rapid immediate وبالتالي ممكن ينتج عنه دخل موت لايه للشخص ده نرجع تاني اللي هو الانتيبودز ديت الموليكولة الانتيبودز الموليكولة الريب بتاعها كبير هي اي جي ام بنتاميرك خماسي فبالازرع فبالتالي الموليكولة الريب بتاعه 900 الف وعشان كده cannot cross the placenta ودي هنعرفها ان شاء الله لما ندرس اللي هو هموليتك دي سيز اف نيوبورن ونعرف ان الانتيبودز اللي بيعمل هموليتك دي سيز اف نيوبورن ويقدر cross the placenta هو ال اي جي اي جي جي وليس اي جي ام